موضوع الواقع الذي تكلمنا عنه وهو واقعة اسفي ان هناك مكان يدعى بيرو عرب مكان لارافان وهو موقع سياحي كانت به مجموعة من القطط هذه القطط التي كانت ساكنة المدينة بطيبوبتها تقوم باطعامها وكذلك توفير المأكل لها وكانت هناك سيدة تقوم بتنوب مع سيدة اخرى على اطعامها يوميا ومحاولة تقديم الدواء لها والعلاج في حالة المرض حدث مرة ان كلبا هناك كان يتربس بهذه القطط اصبح يتربس بها وتجد البعض مقتولة وهي بصدد اطعامها حضر هذا الكلب بمعيات صاحبه الذي ظل بعيدا وهاجم السيدة وعند احتجاجها واتصالها بالسرطة قام بتحشيم سيارتها ومن بعد كان هناك تهديد واعد وعلى اطره وجدت جميع العلب التي كانت تختبئ فيها هذه القطط من البرد منزوعة كما هناك جميع الارطية مع حالة رهيبة بحرقها حية لدينا جمعية تشتغل على المستوى الوطني والدولي وهي جمعية كومشينشا ماروك وهي انه على اساس ايجاد سيغة بديلة قانونية لاذانة هذا الفعل ولكن هذه الاذانة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي كانت عفوية واحنا اخترنا طريق القانون وبالتالي تقدمنا بشكاية في الموضوع الى السيد وكيل ملك ديك بالمحكمة الابتدائية باسفي هل القانون المغربي يشتمل على نص يقضي بمعاقبة كل شخص يعمدوا الى قتل حيوان بدون مبرر اولا المشرع المغربي يعاقب على قتل حيوان بدون مبرر هذه واردة لكن النصوص الواردة بالقانون الجنائي تتكلم عن الحيوان الذي له مالك وتتكلم على انواع من الحيوانات بالقول في الفوصول مثلا كالمواشي اذا لا نتكلم عن الحيوان بشكله الاوسع حتى ان مثلا مقتضية الفصل 603 من القانون الجنائي تقول من قتل او بطر بدون ضرورة احد الحيوانات المشار اليها في الفصل 3 يعاقب على التفصيل الاتي اذا ارتكبت الجريمة في مكان يملكه او يستأجره او يزرعه الجاني اذا هذه النصوص تحدد المكان وتحدد صاحب الحيوان اذا القول بان المشرع المغربي فعلا عقب على هذا الفعل واعتبره فعلا جربيا لكن السؤال المطروح ماذا جسمت العقوبة اولا هل هي عقوبة ردعية فعلا والغرامة وتانيا هذه الحيوانات الضالة او التي تعيش خارج اطار او بدون ملك ما هي ما هو الاطار القانوني الذي يمكن ان يحميها العقوبة كان من 6 ايام الى شهرين بمقتضي الفصل 603 كل حبس من 15 يومين الى ثلاثة اشهر وغرامة وهناك حالات ان يجوز ان يكون الحكم فيها على مرتكب هذه الجرائم بالحرمان من واحد من الحقوق المشار اليها في الفصل 40 وبالمنع من الاقامة من 5 الى عشر سنوات اما الفصل 600 وجوج فهو يتكلم عن عقوبة من شهرين الى 6 اشهر او رفع هذه العقوبة الى الضعف في حالة انتهاك سياج نرى ان العقوبات هنا جد مخففة في هذا الاطار ولا ترقى الى جانب الردع